قتل وأصيب الجندي مروان الشويطر برصاص مسلحين يتبعون شيخا قبليا بمنطقة الدحي وسط مدينة تعز وبحسب شهود عيان فإن مسلحين يتبعون الشيخ القبلي عبد السلام المخلافي قاموا بإطلاق النار على مركز شرطة الدحي مما أدى إلى مقتل فرد وإصابة آخر هذا ولم تعرف أسباب عملية القتل والاعتداء على قسم الشرطة حيث اكتفت إدارة أمن تعز بالقول أنها تجري تحقيقات في الحادثة يشار إلى أن قسم شرطة الدحي يقع بين نقطتين عسكريتين تبعدان ما يقارب مئة متر من كل جانب إحداهما تتبع شرطة دوريات النجدة فيما الأخرى تتبع الشرطة العسكرية والتي أفلت منها المسلحون